تحية طيبة مشاهدين الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن ستتابعون اليوم مشاهدين ضمن نشرة الظهيرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية كالعادة أخر التطورات على الساحة العربية والدولية الملفات الأبرز هي ملف سوريا العراق وأيضا كوريا الشمالية لكن ارتأينا اليوم أن نطرح موضوع بعيد نوعا ما عن السياسة ونسلط الضوء عليه هو بالتحديد عن كينيا وقرارها الأخير بحضر بيع أو استعمال الأكياس النايلون هذا الموضوع يشكل ضرر كبير جدا على المحيطات بشكل خاص وأيضا على السطح التربة كون أنه الثروة السماكية تأكل هذه الأسماك والثروة الحيوانية على سطح الأرض أيضا تأكل هذه الأسماك وبالتالي تعود الضررها يعود على الإنسان الذي يأكل الأسماك والحيوانات مثل الأبقار والمواشي وغيرها أيضا يتسبب هذا الضرر بنفوق الحيوانات والأسماك للمعلومات مشاهدين تحليل الكيس البلاستيكي الواحد يتراوح بين 500 سنة إلى 1000 سنة سواء كان على سطح الأرض أم داخل المياه في المحيطات بحسب المختصين أيضا مشاهدين سيكون البلاستيك أكثر من عدد الأسماك داخل المحيطات بحلول عام 2050 من جانب آخر مشاهدين هذا القانون لديه جوانب سلبية على الناس في كينيا خاصة من ناحية الدخل المادي سيؤدي إلى خسارة 690 ألف وظيفة في كينيا وسيجبر 176 مصنع على الإغلاق في كينيا لوحدها فقط إذ فرضت ضمن قانون صدر يوم أمس أشد العقوبات على مستخدميها من بائعين وحاملين تتراوح هذه العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو غرامة قدرها 40 ألف دولار من بدء سريان القانون الذي يصادفه يوم أمس بهذا إذن تعد كينيا من أكثر الدول صرامة في العالم من حيث تطبيق هذا القانون الذي يحد من التلوث ويسبب التلوث على الأرض أيضا مشاهدين طبعا أكثر من أربعين دولة حول العالم حضرت استخدام الأكياس النايلون كليا أو جزئيا وفرض الضرائب على مستخدمها سيؤثر هذا القانون أيضا نوعا ما على النساء في كينيا كون أنه كثير من النساء يعملن في بيع الخضار والفواكه في الأسواق يتسأل عن الكيفية التي سيتم بها حمل الزبون المشتري للفواكه والخضروات نوعا ما ستكون العملية صعبة ومعقدة بعض المتاجر الكبرى وجدت حل مبدئي لبدائل عن الأكياس النايلون وهي الأكياس المصنوعة من القمش لكن هنا يبقى التساؤل عن هل ستضاف قيمة مادية أعلى للزبون نتيجة استخدامها للأكياس القمشية وأيضا مدى كون مريح في تكرار الاستعمال الإجابة عن هذه الأسئلة وأيضا حول هذا الموضوع وغيرها من المواضيع مشاهدين ستكون في نشرة الظاهرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية معي أنا روناك عادل كنوا معنا